يقول هل كان ينوي الإقامة الدائمة في كندا و ما الظروف التي أعادته للوطن في أكثر من مرة أبو يارا تقول لا أنه أنا رايح مع بنتي رايح مع دراسة رايح مع في كل مرة تحاول أن تنفي أنك رايح هناك تؤكد أنه فيه ناس كلها تدور على أنه فيه منفأ اختياري فيه مشكلة فيه فرصة أنه أنت تتحدث أعلم كايد أعلم خلوا الناس يقرر أعط الصدق خلوا نقفل الموضوع الصدق أنه أنا بناتي تخرجوا من الثانوين و أختار لهم أفضل مكان يدرسون فيه أخترت كندا منها أنه أول شيء يعطوننا يعطونها راتب بنتي و يعطونني أنا يا المرافق راتب و يعطون أمه راتب و يعطونه يروح نتبشى و يجلسينك و ما يضرني أنا أصلا ما عندي أنا مكتب أروح و أداوم فيه أنا أكتب و أرسل بالإيميل سواء كنت في الرياض أو في تورونتو نفس المكان قلت يلا شدينا و رحنا و جلسنا هناك نستلم حوالي 12 ألف دولار من الحكومة غير راتبي و غير أرقص لي أنا في كندا أرقص لي توفر أكثر توفر أكثر من الرياض نوفر في الرياض بالزر و رحنا طبعا لما نكون هناك يكون أتأثر بهم و كذا بس و لا ما فيه سبب يعني سبب أيدولوجي أنا أروح و أجي و معظم وقتي في الرياضة الحقيقة بناتي اللي عندهم الدراسة 8 شهر يجلسون يمكن أن يرجعون أولادي يرجعون في الصيفية أنا لا أنا أجي حتى في الشتاء أجي في فترات معينة و أروح و أعود مبسوط الفكرة الأخيرة يعني ما كان فيه من فيه اختياري لا لحمدي و لا اختياري و لا ترجمة نانسي قنقر